بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلبة وطالبات السنوية العامة دارسي مادة الفيزياء أهلاً بكم في هذا المساء مع هذا الجزء من منهج الفيزياء المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور الطيار الكهرابي المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور الطيار الكهرابي أول من اكتشفه العالم أورستيد اكتشف أنه عند مرور طيار في سلك مستقيم بجوار إبرت بصلة مغناطيسية فوجد أن الإبرة تنحرف وحيث أن الإبرة مغناطيس حر الحركة فإنها لا تنحرف إلا لوجود مجال مغناطيسي فاكتشف أن مرور الطيار يسبب مجال مغناطيسي مرور الطيار الكهرابي يسبب تولد مجال مغناطيسي مغناطيسي مرور الطيار ينتج مجال مغناطيسي حناخده في مرور الطيار في سلك مستقيم مرور الطيار في ملف دائري مرور الطيار في ملف حلزوني وتطبيقاته فيما سبق درستم أن مرور الطيار في سلك مستقيم ينشأ عنه مجال مغناطيسي يحيط بهذا السلك هذا المجال المغناطيسي الذي يحيط بذلك السلك يمكن أن نحدد شكله كما سبق ويمكن أن نحدد اتجاهه ويمكن أن نحدد شدته فإذا طلب مني كتجربة لتحديد شكل المجال الناتج عن مرور طيار كهرابي ممكن أقول أن أنا لو جبت لوح كرتون في وضع أفقي وسقبته و مررت منه من خلال السوق بسلك مستقيم ومررت في السلك طيار كهرابي ثم نصرت برادة حديد على هذا اللوح سأجد أن برادة الحديد تتوزع على اللوح في شكل دواير متحدة المركز مركزها السلك بما أن هذه البرادة وزعت بواسطة المجال المغناطيسي فإننا نقول أن شكلها يدل على شكل المجال المغناطيسي يبقى نقدر نقول أنه ده شكل المجال يبقى شكل المجال في شكل دواير متحدة المركز مركزها السلك مستواها منطبق على لوح الكرتون وهو عمودي على السلك يبقى إذن شكلها دواير متحدة المركز مركزها السلك ولكن نجد نجد أن هذه الدواير تكون متزاحمة قربا من السلك ويقل التزاحم كلما ابتعد عن السلك أي أن التزاحم يقل كلما ابتعدنا عن السلك سبق أن عبرنا عن التزاحم زحمة الفض بتعبير كسافة الفض يبقى زحمة خطوط الفض تمثل تعبرنا كسافة الفض اللي رمزنا لها بالرمز فيه ما سبق وتمثل وتعبر عن شدة المجال يبقى إذن استنتجنا أن التزاحم حوالين السلك عمليا لاحظنا أنه بيقل كلما ابتعدنا يبقى كسافة الفض بتقل كلما ابتعدنا يبقى بي بتتناسب عكسيا مع البعد دي بي تتناسب عكسيا مع البعد دي يبقى كسافة الفض تتناسب عكسيا مع البعد بعد إيه البعد عن السلك طب أي بعد لو أنا عندي السلك بالشكل ده وعندي نقطة هنا وعايز إيس البعد يا طرأ أئيس البعد ده ولا ده ولا ده واحد ولا اتنين ولا تلاتة لا أئيس البعد رقم واحد لأن واحد لا لأن ده البعد العمودي أقصر بعد يبقى هنا دي البعد العمودي عن السلك طيب وحيث أن هذا المجال نتج عن مرور الطيار يبقى معنى ذلك أن اللي أنتج الفض هو الطيار اللي أنتج تلك الزحمة هو الطيار يبقى معنى ذلك أن كسافة الفض تتناسب طردي مع شدة الطيار يبقى إذن أنا طلعت بعلاقة أولى أن بي تتناسب طردي عكسي مع دي بي تتناسب طردي مع آي يبقى إذن بي من واحد واثنين تتناسب طردي مع آي عكسي مع دي أي علاقة تناسب أقدر أشيلها وحط مكانها يساوي بس بشارت أن أنا أضرب ها بالضرب في مقدار سابت يبقى إذن بي حتساوي مقدار سابت في آي على دي ولكن هذا السابت يتوقف على إيه يحسب بدلالة إيه إيه اللي بيتحكم فيه هذا السابت يتوقف على نوع الوسط يتوقف على نوع الوسط وحيث أن خطوط الفض دائرية حوالين السلك يبقى هيأثر فيه الشكل بتاع المجال فنجد أن السابت يساوي ميو اللي هو معامل نفاذية الوسط على 2 باي يبقى إذن العلاقة اللي عندي دي تحولت بدل ما بيه بتتناسب ترضي مع آي على دي شلت علامة التناسب وحطيت مقدار السابت يبقى بيه بتساوي مقدار السابت فآي على دي يبقى بيه بتساوي وأقدر أعوض عن المقدار السابت بيه بتساوي ميو على 2 باي فآي على دي هذا القانون سميه قانون أمبير الدائري يبقى هذا القانون سميناه قانون إيه قانون أمبير الدائري نظرا لأن خطوط الفيض في شكل دواير حول السلك خطوط الفيض في شكل دواير حول السلك يبقى قانون أمبير الدائري إيه هو القانون الذي يمكن بواسطته حساب كسافة الفيض الناتجة عن مرور الطيار في سلك مستقيم وإن دا نقطة تبعد بعد عمودي عن السلك دي بي تساوي ميو على 2 باي فاي على دي طب هذه العلاقة هنطلع منها بعدة استنتاجات وأنا عايز في قناتنا العزيزة وبرنامجنا الذي يستهدف تنمية مهاراتكم على التفكير والقدرة على التصرف والاستنباط والاستنتاج يبقى أنا هنا من العلاقة دي أقدر أستنتج وطبق تعالوا نشوف أول حاجة هل ممكن استنتاج وحدة قياس معامل نفازية الوسط ثانية ما هو المقصود بمعامل نفازية الوسط لكل وسط قابلية وقدرة على نفاز خطوط المجال المغناطيسي خلاله لكل وسط قابلية وقدرة على نفاز خطوط الفض خلاله هذه القابلية بنسميها معامل نفازية الوسط بنسميها معامل نفازية الوسط وبنرمز لها بالرمز ميو ووضع لكل وسط قيمة عددية تمثل الوسط قيمة عددية تمثل الوسط فهل يمكن قيمة عددية بدون وحدة قياس لا يوجد يبقى لابد ان يكون لها وحدة قياس طيب كيف نستنتج وحدة القياس من هذه العلاقة بما ان بي بتساوي ميو على تو باي فاي على دي اقدر اكتبها بالشكل ده بي على واحد بتساوي ميو فاي على تو باي في دي وحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى اذا بي في تو باي في دي يساوي ميو فاي ومنها اقدر اخذ ميو الوحدها هتساوي بي في تو باي في دي على اي اذا وحدة ميو تساوي وحدات الطرف الاخر يبقى الطرفين دول يساوي بعض يبقى وحداتهم تساوي بعض يبقى وحدة ميو تساوي وحدة بي في وحدة دي على وحدة وحدة اي حد يسألني هو انت ما كتبتش ليه وحدة تو باي تو باي نسبة تقريبية نسبة عددية ليس لها وحدة يبقى تساوي وحدة بي تسلا في وحدة دي متر على وحدة اي امبير يبقى اول شكل للوحدة تسلا في متر على امبير طيب نحن نعلم ان التسلا بتساوي وبر على متر مربح وخل المتر زي ما هو والامبير زي ما هي واختصر متر مع متر اصبحت الوحدة لها شكل جديد وبر على تحت امبير في متر اذا بقت الوحدة وبر على امبير في متر وهي نفسها تسلا في متر على امبير يبقى ده اول تطبيق عندهم طيب تطبيق تاني لهذا القانون ممكن يقول لي من هذه العلاقة اوجد العوامل المتحكمة متحكمة في قيمة بي يعني في كسفة الفض عنده نقطة دي على بعد عمودي من سلك يحمل طيار اي العوامل اقدر اجيبها هنا من العلاقة يبقى العوامل المتحكمة في بي اقدر اجيبها من العلاقة اللي في البسط يؤثر طردي اللي في المقام يؤثر عكسي انا عندي بي بتساوي ميو اوبر تو باي ميو اوبر تو باي فاي على دي عندنا كم عامل عندي فوق ميو في البسط ا اي في البسط ا دي في المقام ا يبقى اللي في البسط عندي ميو يبقى اول عامل ميو معامل نفازية الوسط في البسط ولا في المقام في البسط يبقى يؤثر طردي تاني عامل شدة الطيار اي في البسط ولا في المقام في البسط تؤثر طردي يبقى اقدر اقول النبي تتنسب طردي مع ميو واقدر اقول النبي تتناسب طردي مع اي تالت عامل البعد العمودي دي في البسط ولا في المقام في المقام يبقى يؤثر عكسي يبقى بي تتناسب عكسيا مع دي ايضا ممكن هذه العوامل يمكن تمثلها بيانيا يعني يعني ايه بيانيا يعني انا بمثل العلاقة واحد بين البي والاي احنا اتفقنا بين البي والاي علاقة طردي تناسب طردي يعني لما تزيد الاي تزيد البي كلما زادت شدة الطيار زادت كسافة الفطر كلما قلت شدة الطيار قلت كسافة الفطر يبقى لما همثل العلاقة بين الاتنين بمثل المتغير المستقلة على محور السينات وهو المتغير اللي انا بغيره بأدية مباشرة وهو الاي وبمثل المتغير التابع اللي ناتج مبني عليه عالمحور الرأسي ب العلاقة بينهم تناسب طردي بمعنى ب بتساوي ثابت في اي امتى الكلام ده لما اجا اقول علاقة بين بي و اي عشان يبقى اللي بيتحكم عندي اي بس لابد ان تكون بقية العوامل ثابت يبقى لازم اقول عند ثبوت بقية العوامل زي مين العوامل البقية ميو و مين و دي في هذه الحالة يبقى العامل المتحكم الوحيد عندي اي شدة الطيار العلاقة عندي هنا تمثل بخط مستقيم يمر بنقطة الاصل بهذا الشكل ده معنى ايه معنى ان البي تتناسب طردي مع الاي معنى ان كلما زادت الاي زادت البي وبنفس النسبة ده معنى تناسب يعني معنى ذلك ايضا اقدر اقول ان البي اولا على البي ثانيا عند تغيير شدة الطيار من حالة اولى الحالة ثانية هتساوي النسبة بين شدة الطيار اولا على شدة الطيار ثانية النقطة التانية هذه العلاقة تمثل بخط مستقيم يبقى الزاوية اللي بيصنعها مع محور السينات زاوية سابتة السيتا مقدر سابتة لو انا جيت عند اي نقطتين من دول وعملت مسلس وقست الزاوية دي هلاقيها بتسوي الزاوية دي بتسوي الزاوية دي يبقى زاوية الميل سابتة يبقى نقدر نقول اللي هو الميل اللي هو تان سيتا بيسوي سابت طب تان سيتا او ظل الزاوية مش بيسوي المقابل عالمجاور هاي المقابل اللي هو ايه dist هزا الضلا اللي هو جزء من بي فرق البيهات يبقى معنا ذلك الفرق ده حت بي حت بي يبقى بي على الفرق اللي تحت فرق السينات يبقى فرق الصادات على فرق السينات جزء من بي على جزء من اي يبقى بي ساوي بي على اي اجي بقى للقانون الاصلي يطرى البي على اي من القانون تساوي ايه مش البي بتساوي ميون على تو باي في اي على دي طيب انا عايز بي ولا عايز بي على اي بي على اي يبقى هاقسم هنا على اي وهاقسم هنا على اي طيب الاي دي هتروح مع الاي دي بقى اللي باقي عندي اللي هو بي على اي بي ساوي ايه ميو على تو باي في دي يبقى بي على اي اللي هو الاسلوب حيساوي ميو على تو باي في دي يبقى انا هنا من العلاقة بتاعت قانون انبير الدائري ممكن يقابلني موقف في الامتحان يقول لي اوجد العوامل اوجدت العوامل يقول لي استنتج التأثير بتاع كل عامل على كسفة الفيط ابدأ اشوف العامل اللي في البسط يؤثر طردي العامل اللي في المقام يؤثر عكسي يقول لي العامل اللي انت بتقول عليه بيؤثر طردي زي اي لما جمس العلاقة بين اي شدة الطيار بالامبير وبين كسفة الفيط بالتسلة العلاقة هتطلع شكلها اي اقول له خط مستقيم يمر بنقطة الاصل ميلو يساوي ايه يساوي فرق الصادات على فرق السينات يعني يساوي بي على اي يطلع يساوي ايه من الكميات الاخرى حيساوي بقية مكونات القانون ميو على تو باي في دي ميو على تو باي في دي طيب وحدة الميل تساوي ايه وحدة بي على وحدة اي يعني تسلة على انبير يبقى انا هنا مثلت اول علاقة بيانيا كذلك كل العلاقات اللي هتقابلني بعد كده يبقى احنا اتفقنا ان بي بتساوي ميو على تو باي في اي على دي طيب خدنا اول عامل الاي كانت في البسط الصار الطرد طيب يبقى فاضل عندي اقدر اخد علاقة بين البي والميو اه يعني ايه بين البي والميو هو انت ممكن تغير الميو اه اقدر اغير الميو ازاي اغير الميو اغير الوسط يبقى السلك ممكن يبقى حوالي هوا حوالي فلين حوالي خشب حوالي اي مادة لكل مادة قيمة سابتة لمعامل نفازية الوسط فاقدر اخد علاقة بين البي احطها برضو على المحور الرأسي لان دي متغير تابع وبين الميو لهو متغير مستقل طب الميو فوق ولا تحت فوق يبقى التناسب بينهم طرد ولا عكسي لا طرد يبقى بيته تناسب طرد مع ميو لازم اقول عنده ثبوت بقية العوامل من العوامل البقية يبقى اي ودي يبقى عنده ثبوت الاي والدي بيتتناسب طرد مع الميو يبقى اقدر اقول بيتتناسب طرد مع الميو العلاقة بينهم ايضا يمثلها خط مستقيم يمر بنقطة الاصل ويبقى الاسلوب ايضا الميل فرق الصادات على فرق السينات فرق البي على الميو على تو باي في اي على دي مش دي بيت هقسمها هنا على ميو يبقى هقسم هنا على ميو الميو هتروح مع الميو اتفضل عندي ايه هو ده الميل هو ده السلوب يبقى السلوب او الميل يساوي بي على ميو هيساوي اي شدة الطيار على تو باي في دي طب اليونت بتاعته الوحدة بتاعته تطلع ايه وحدة بي اللي هي تسلا على وحدة ميو اللي احنا عايزين نجيبها تمام او ناخدها من دول امبير على متر طيب نفرض ان انا طلب مني اوجد وحدة ميو اللي احنا جبناها في المرة اللي فاتت اللي هي ايه وبر على امبير في متر يبقى اقدر من هنا احط اليونت وحدة الميل للعلاق بي على ميو هتبقى بتساوي وحدة بي اللي هي وبر على متر مربع طيب على وحدة ميو اللي هي وبر على امبير في متر اطلع الامبير فوق في متر هشيل الوبر مع الوبر متر مع متر بقت في النهاية ايه امبير على متر احيه امبير على متر يعني اقدر اجيبها من الوحدة تندل تطلع امبير على متر اجيبها من المكونات بتاعة الاسلوب هتطلع انبير على متر يبقى هنا بالنسبة للعلاقة بتاعة انبير الدائرة ممكن يطلب منها شغل كتير طيب ممكن يقول لي مثل بيانيا العلاقة بين كسافة الفض الناتجة بي والبعد العمودي دي ممكن طيب يا ترى الدي في البسط ولا في المقام نرجع للقانون تاني بي بتساوي ميوم على اتنين باي في اي على دي الدي في المقام يبقى العلاقة بين بي ودي تناسب عكسي يعني نقدر نقول بي تتناسب عكسي مع دي نكتبها كده دي تتنطق بي تتناسب عكسي مع دي وممكن تنطق بي تتناسب طرد مع مقلوب دي لو همثل العلاقة دي عندي تمثيلين لها اما بين البي والدي مباشرة زي ما هنا مطلوب بس تتمثل بتناسب عكسي تناسب عكسي ازاي او اخذها علاقة بين البي ومقلوب الدي واحد على دي ده تناسب طرد الله هي دي هي دي اه مش احنا لسه ايلين ان بي تتناسب عكسي مع الدي تتناسب عكسي مع البعد وهي هي بي تتناسب طرد مع مقلوب البعد اي اي باقدر اخذ العلاقة دي كده اي خط منحني لا له ضوابط له ضوابط ايه الضوابط اللي ممكن نلاقيها هنا ان حاصل الضرب لاحداثية اي نقطة على الخط تساوي حاصل الضرب الاحداثية اي نقطة اخر بمعنى ان النقطة دي لها احداثي هنا المسافة دي تبقى دي والمسافة دي بي يعني لو قلنا ان قضي واحد واثنين وثلاثة تبقى النقطة ثلاثة المسافة بتاعتها دي بي ثلاثة والبعد ده دي تلاتة حاصل ضرب البي تلاتة في الدي تلاتة يساوي حاصل ضرب البي تنين في الدي تنين يساوي حاصل ضرب البي واحد في الدي واحد يعني معنى كده ان مساحات المستطيلات دي كلها لازم تساوي بعض يبا دي تطبيقات ممكن يبقى هنا الشرط بتاع التمثيل العكس ده بشكل منحني ان النقاط اللي على هذا الخط اي نقطة منهم حاصل ضرب الاحداثي السيني في الصاد لها يساوي حاصل الضرب للنقطة الاخرى يساوي النقطة التالتة يبقى المستطيلات اسفل تلك النقاط مساحتها متساوية ده الشرط اللي هنا طب تعالوا نشوف لو مثلناها بقى طردي بين البي والمقلوبة دي هلاقيها العلاقة خط مستقيم يمر بنقطة الاصل لان هنا تناسب طردي طيب نخلي بالنا فاكرين هنا قلنا ان البي وان في الدي وان تساوي البي تو في الدي تو تساوي البي تلاتة في الدي تلاتة تساوي سبت اه طب تعالوا نشوف هل الخط ده هيتكلم اه يا سلام سلم الخط هنا هيتكلم ازاي تعالوا نشوف لو انا جيت خط العلاقة دي ظل الزاوية مع الافقي سيتا هتبقى سبتة خدها عند النقطة دي عند النقطة دي وهكذا يعني لو خط الميل هنا هيطلع ايه الميل هنا الاسلوب هيساوي ها بي وان على دي وان على المسافة دي اللي هي مين واحد على دي وان هيساوي ها البي تو الميل بتاع دي تمام المسافة دي بي تو على واحد على دي تو هيساوي الميل هنا نفس الزاوية ما هو الزاوية دي قد دي قد دي زاوية متساوية بالتناظر يبقى الميل بتاعهم متساوي البي تلاتة على واحد على دي تلاتة طب نبص لدول كده مش واحد بي وان على واحد على دي وان تطلع هي بي وان في دي وان ها طب وهنا بي تو على واحد على دي تو تطلع ايه ها بي تو في دي تو طب هنا بي تلاتة ها في واحد على دي على واحد على دي تلاتة تبقى بي واحد بي تلاتة في دي تلاتة الله معنى كده ايه ان طلع فعلا الاسلوب بيساوي ثابت بيساوي البي في الدي زي هنا الخط اللي مسل علاقة تناسب عكسي بين البي والدي وطلعت شروطه ان البي وان في دي وان ساوي بي تو في دي تو تساوي بي تلاتة في دي تلاتة طلع برضو لما مسلت علاقة بين البي ومقلوب الدي طلعت بخطه مستقيم يمر بنقطة الاصل ميلو بيساوي ثابت يساوي حاصل ضرب البي في الدي يبقى معنى كده فعلا حاصل ضرب البي في الدي بيساوي ثابت بيساوي الاسلوب في الحالة دي يبقى الاسلوب بيساوي بي في دي طيب اقدر اجيب قيمة البي في دي بدلالة القيم الاخرى هادرب هنا في دي وهادرب هنا في دي الدي هتروح مع الدي يبقى البي في دي بتساوي ثابت بيسوي من ميو على تو باي فاي يبقى هي ساوي ميو فاي على تو باي يبقى المقدار السابت اللي هنا هو السابت اللي هنا هو ميو فاي على تو باي يبقى هنا قدر تمثل العلاقة بيانية يبقى ممكن يطلب مني تمثيل بياني لهذه العلاقة يبقى العلاقة بي تسوي ميو على تو باي فاي على دي طلع مطلوب منها حاجات كتير قوي اول حاجة اقدر استنتج العوامل العوامل من العلاقة يبقى العوامل المتحكمة في كسافة الفيض هي معامل نفذية الوسط يؤثر طردي شدة الطائرة يؤثر طردي البعد العمودي يؤثر عكسي ومثلناهم بياني واوجدنا وحدة القياس لكل ميل منهم طيب نيجي بقى لتطبيقات عديدة على هذه العلاقة واحنا بناخد العلاقات الفيزيائية او المناهج عشان نسمع قوانين لا انما عشان نقدر نستنتج نقدر نتوقع ايه المواقف اللي ممكن تواجهنا فممكن يجي لي تطبيقات يقول لي يا طار هل نقدر يديني سلك مستقيم ويحدد لي اتجاه الطيار يقول لي طار ماشي من الجنوب الى الشمال او من الشمال الى الجنوب او السلك ده منطبق على الصفحة اللي عندي والطيار من اسفل الى اعلى ممكن ويروح جاي عندي نقطة ما زي نقطة نقطة دي نقطة مثلا ايه ويقول لي اوجد قيمة واتجاه بي عند نقطة ايه يعني يطلب مني هنا اوجد مقدرها اقدر كسافة الفض واتجاهها اذا علمت ان نقطة ايه تبعد يمين السلك مسافة اربعين سنتيمتر والطيار اللي مار في السلك تمانية امبير والوسط هواء طيب نيجي بقى للمقدار امره مقدور عليه بي هتساوي ميو على تو باي فاي على دي الوسط هواء مش احنا لسه متكلمين ان كل وسط ميو لها قيمة عددية اه الهواء ميو بتاعت الهواء ليها مقدار سابت لهو اربعة باي في عشرة والصناقص سبعة اربعة باي في عشرة والصناقص سبعة جميل طيب بقيت البيانات معلومة بقيت البيانات معلومة يبقى هنا اقدر اعوض بس اعوض على مرحلتين عشان في اي موقف بعد كده لما يقول للوسط هواء ابقى انا عارف حالة الهواء هعمل ايه تعالوا نعوض كده عن ميو بي بتساوي ميو اللي هي بكام اربعة باي فعشرة والصناق السبعة على اتنين باي واسيب الاي على دي زي ما هي الله الباي مع الباي اربعة على الاتنين فيها الاتنين يبقى اتنين فعشرة والصناق السبعة اي على دي ده مين دي ده بي يبقى ده طلع قانون جديد اي هنشتغل عليه ده قانون يبقى بي بتساوي اتنين فعشرة والصناق السبعة اي على دي ده امت عندما الوسط هواء يبقى عندما الوسط هواء لاي سلك مستقيم عايز احسب كسافة الفض يبقى انا هقول ان بي بتساوي ها ميو على اتنين باي عوضت عنها في حالة الهواء بقى الناتج بتاعهم اتنين فعشرة والصناق السبعة اي على دي ابدأ بقى اعوض عن قيم الاي والدي يبقى اتنين فعشرة الصناق السبعة في الاي بتمانية على الدي باربعين سنتيمتر احولها الى متر تبقى اربعين فعشرة والصناق الس اتنين وابدأ اختصر هذه العلاقة يبقى هنا اتنين في تمانية بستاشر على الاربع فيها الاربع يبقى بي بتساوي اربع نيجي للأسس عشرة قص موجة بواحد وسالب اتنين سالب واحد تطلع فوق بموجة بواحد وسالب سبعة سالب ست تسلا كده انا حسبت المقدار وإفنا عندي دي كيف نحدد الاتجاه اتجاه ايه مش احنا اتفقنا ان خطوط المجال لها اتجاه عند اي نقطة طيب خطوط الفضل في شكل دواير حوالين السلك دي وكلمنا عنها هل ممكن تحديد اتجاهها عند اي نقطة ايوه كيف نحدد الاتجاه تحديد الاتجاه عندنا طريقتين طريقة عملية باستخدام ابرة البصلة زي ما اورستيد استخدمها وطريقة نظري ان انا كون عارف اتجاه الطيار وهطبق قعدة تقول على اتجاه المجال يبقى اذا تحديد اتجاه المجال المغناطيسي عند اي نقطة بصفة عامة سواء مجال نتج عن سلك مستقيم او ما يلي ذلك اما بطريقة عملية او بطريقة نظرية طريقة عملي استخدام ابرة البصلة ولا خلاف على ذلك ولا يوجد غير ذلك طريقة نظري وهي استخدام قاعدة من القواعد يعني انا هتدي لك اتجاه الطيار وانت هتطبق قاعدة تحسب بها اتجاه المجال القاعدة المستخدمة هنا قاعدة امبير لليد اليمنى او بيسموها قاعدة ابهام اليد اليمنى لانبير بتمثل ايه القاعدة دي او بتوصف ازاي بيقول لي اذا كان لديك سلك مستقيم وتخيلت ان انت ماسك السلك بأديك تمام ماسك السلك بأديك وكان الابهام يمثل اتجاه الطيار في السلك فان حركة قبض الاصابع لف الاصابع قفل الاصابع السلك تمثل اتجاه الفيض حوالي السلك الا انا همثل ها بالرسم البسيط ده لو قلنا قادي الابهام اليد وقادي السلك يبقى لو كان الابهام مع اتجاه اتجاه الطيار زي ما هو الطيار عندنا كده فان حركة قبض الاصابع تمثل الفيض طب لما جا طبق هنا بقى وطبق القاعدة على السلك ده حيبقى الفيض جاي من هنا وخارج للخارج عمودي على الصفحة للخارج وهنا هيلف ويبقى عمودي على الصفحة للداخل طب يا ترى امثل ده ازاي اتفقنا على ان اذا كان الفيض عمودي على الصفحة الى الداخل نمثله بعلامات اكس بالشكل ده واذا كان عمودي على الصفحة الى الخارج نمثله بدواير بالشكل ده يبقى انا هاجي عند النقطة ايه وقول له ان الفيض اللي عندي عند نقطة ايه كسفته بتسوي اربعة في عشر اصناء الستة تسلة وعمودي على الصفحة الى الداخل بناء على ايه حدد بقاعدة امبير لليد اليوم يبقى تاني تطبيق هنا على المجال الناتج عن مرور طيار في سلك مستقيم ان انا اقدر احدد الاتجاهات هناخد دي تاني بهدوء يبقى اذا كان عندي سلك مستقيم وبيمر في طيار وكان الطيار بالشكل ده يبقى الفيض حوالين السلك يتمثل ازاي لو طبقت القعدة زي منا لسه ايل ها قادي اتجاه الطيار وقادي اتجاه الفض يبقى الفض في هذه الناحية هيبقى عمودي على الصفحة للخارج نمثله بالشكل ده طب وفي الجانب الاخر عمودي على الصفحة للداخل يمثل بالشكل ده طيب يبقى ممكن هنا تيجي بعض الافكار ونطلب منك في الامتحان تستنتك نحط لك سلكين متعمدين بالشكل ده قادي سلك مستقيم اهم وبيمر في طيار اي باللون الاسود وقادي سلك اخر عمودي عليه باللون الاحمر وبيمر في طيار كده يا طارة هل نقدر يا طارة هل نقدر نحدد الاتجاهات بتاعة المجال تعالوا نشوف مع بعض يبقى هطبق قعدة اليد اليمنى لامبير على السلك الاول قادي الطيار يبقى قادي المجال هنا عمودي على الصفحة للداخل والناحية التانية الخارج يبقى طيار واد المجال يبقى بالنسبة لهذا السلك يبقى معنا كده ان المجال هيبقى في الجانب ده بالشكل ده وهنا دواير بالشكل ده طيب ده السلك الاول السلك التاني هطبق القعدة قادي الطيار يبقى المجال هنا عمودي على الصفحة للداخل وهنا للخارج يبقى هنعوض باكسات النحية دي كده طيب طيب ويترتب على كده ايه ده ممكن يطلب مني اوجد بقى محصلة كسافة الفض في النقاط الاربع في المربعات الاربع دي عايز المحصلة يبقى البي توتل هنا تتحسب ازاي البي توتل هنا تتحسب ازاي البي توتل هنا تتحسب ازاي في الاركان دي طيب عليك انت تفكر كده هو امتى اجمع المجالين لما يكونوا في اتجاه واحد طيب وامتى اطرحهم لما يكونوا ضد بعض طيب انا مثلت الاتجاهات بعلامات ازا كان المجال عمودي للداخل مثلته بعلامة اكس وازا كان عمودي للخارج مثلته بدوير طيب لما اجي في الركن ده حسام الركن ده واحد يطار في الركن ده المجالين ايه اللي عمودي على الصفحة للداخل وده كمان عمودي على الصفحة للداخل يبقى البي توتل هتساوي بي وان الناتجة عن السلك الاول لسود زائد بي تو واتجاهها ايه الاتنين عمودي للداخل يبقى الاتنين متجاههم ايه عمودي للداخل اهو عمودي على الصفحة للداخل طيب نيجي الناحية التانية البي توتل اتنين في هذا الجانب ده الاتنين واحدة عمودي للداخل بالناتجة عن السلك اللي طياره اي وان والتاني عمودي للخارج اللي طياره اي تو يبقى المحصلة هنا هتبقى الفرق يبقى البي توتل هنا هتساوي الفرق طب الفرق اكتب ايه اه ده ناقص طب اعمل ايه بي وبي انهيك كبيرة او ما اقوله بي بي كبيرة ناقص بي سمول هشوف بقى لما اجي عن ده ايه نقطة احسب كسافة الفوت بتاعت الاول كسافة الفوت بتاعت التاني ها اشوف مين الكبيرة واطرح الاتنين من بعض طي هنا الاتنين عمودي على الصفحة للخارج يبقى البي توتل هتساوي بي وان زائد بي تو بي وان زائد بي تو بي تو زائد بي وان الاتنين في اتجاه واحد واكتب جنبهم كده عمودي للخارج طيب هنا ها ده ضد بعض يبقى البي توتل هتساوي بي بيج مينص بي سمول طيب يبقى هنا ممكن يجيب لي سلكين متعمدين وحس انها في الاول حاجة صعبة ومعقدة لا ابد انت هترسم السلكين المتعمدين هتطبق قعدة امبر لليد اليومنا هتحدد لي يا طرى المجال في المنطق اللي ناتج عن السلك الاول في هذا الجانب وضع ايه عمودي للداخل في هذا الجانب وضع ايه عمودي للخارج السلك الاخر اللي باللون الاحمر مجاله هنا على الجانب الايمن عمودي للداخل وهنا عمودي للخارج راي وبناء على ذلك قدرت احدد في المنطقة دي ان المجالين الاتنين متعمدين للداخل يبقى المجال الكل عند اي نقطة مجموع المجالين وهنا المجال الكل الفرق بين مجالين هنا المجموع هنا الفرق بقى عندي اربع نقاط واقدر احسب عمل فكرة وجه قال لي يا ترى اين تقع نقطة التعادل اين تقع نقطة التعادل في الاماكن دي هل ممكن لقى التعادل في الجانب واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة اقول له التعادل طب نرجع لان ايه نفهم مع بعض يعني ايه نقطة التعادل عشان هتقابلنا كتير عندما يؤثر مجالان في مكان ما قد يكون المجالين في اتجاه واحد فتبقى المحصلة المجموع وبالتالي المحصلة لا تساوي صفر وقد يكون المجالين متضدين فتبقى المحصلة الفرق طب الفرق لو جينا في نقطة ما وكانوا قد بعض يبقى الفرق بكام بصفر طب الفرق بصفر يعني ايه يعني المجالين خلصوا على بعض يعني المجالين لغوا بعض يعني المجال الكل انعدم يعني كسفت الفض بقت صفر نسمي الموضع ده موضع تعادل النقطة اللي نلاقي عندها ده نسميها نقطة تعادل يعني ممكن يسألني بقى هنا يبقى تطبيق ان احنا عايزينكم تطمرنوا على التفكير مش ان احنا نحفظ مسألة بحلها او سين وجيم لا عايزين تفكيركم يبقى تفكير سليم تستطيع ان انت تفكر تستند انت خدت قاعدة امبير لليد اليوم وخدت قانون امبير الدائري وعرفت تحسب كسافة الفض طب طبق لي ده بقى لما نحط سلكين متجاورين طبقنا وعرفنا ان انا عند اي نقطة في هذه المنطقة هجمع عند اي نقطة في هذه المنطقة هطرح وكمان عند اي نقطة هنا هجمع اه والمجال الكل المجموع اه بس هيطلع اتجاه ايه عمودي على الصفحة للداخل وهنا عمودي على الصفحة للخارج وهنا الفرق ضد بعض ضد بعض يعني ممكن يبقوا لو واحدة اكبر حيبقى الفرق بينهم هو كسافة الفض ومع اتجاه الاكبر وممكن يبقى واحدة منهم تبقى هي الاقل يبقى المجال مع القوية وممكن يبقوا قد بعض عند نقطة ما في الحالة دي يبقى المحصلة صفر اقول ان هذه النقطة بقى عندها نقطة تعادل يبقى انا توقع ان تقع نقطة التعادل في الموضع واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة طب فكروا معايا كده طب في واحد مجموع ولا الفرق مجموع هل المحصلة ممكن تبقى صفر ها اه اه تبقى صفر لا طبعا المجموع مش ممكن يبقى صفر طيب في الوضع ثلاثة المحصلة المجموع ولا الفرق المحصلة المجموع يبقى هل المجموع يبقى صفر لا يبقى مستحيل توجد نقطة تعادل في المربعين دول في الركنين دول لكن ممكن يبقى في الركن ده وممكن يبقى في الركن ده ممكن ممكن يبقى ممكن أن نحصل على نقطة تعادل في هذا الموضع وممكن أن نحصل على نقطة تعادل في هذا الموضع طب ما هو شرط التعادل يبقى أولا أن يكون المجالان متضاديني أن يكون المجالان متضادين ده أول حاجة النقطة التانية أن تكون قيمة كسافة الفيض الكلية صفر وبالتالي يبقى لازم البي الناتجة عن الاولى تساوي وتضادق البي الناتجة عن التانية يبقى شرط الحصول على تعادل عند نقطة ما كم شرط اتنين شرط الاول ان يكون المجالان متضادين يعني المجال الناتجة عن السلك الاول يضاد المجال الناتجة عن السلك التاني اتنين أن تكون قيمة كسافة الفيض الأولى عند هذه النقطة تساوي كسافة الفيض التانية عند نفس النقطة وبالتالي يبقى البيتوتل بصفر يبقى هنا فتحت لنا نقاط أخرى للتفكير ما معنى نقطة تعادل النقطة التي تنعدم عندها كسافة الفيض طيب ما شرط الحصول على نقطة تعادل انعدام الفيض انعدام الفيض أنه ما يكونش فيه مصدر أصلا للمجال وده مستحيل لأن احنا في الأرض الأرض كلها تعمل كمغناطيس ضخم كبير يبقى لها مجال يبقى ممكن فيه مجال آخر ممكن طيب الشرط هنا أن يكون المجالان المؤسران عند هذه النقطة متضادين في الاتجاه ومتساويين في القيمة فتكون المحصلة صفر ده شرط الحصول على تعادل طيب ترتب على كده سؤال انه ممكن يجيب لي السلكين المتعامدين قدي سلك وبيمر فيه طيار اتنين آي وسلك آخر بيمر فيه طيار آي يعني طيار السلك الأسود ضيع في الطيار الثاني روح عاملين لك شاكل هندسي كده مقسات قد بعض خلي بالنا كده واحدة واحدة المسافات دي قد بعض وممكن يروح جاي محدد لي نقاط يطرى نقطة التعادل النقاط اللي أحددها لكن نقطة واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة أي النقاط من دول ممكن أن تكون نقطة تعادل أرجع أطبق أولا لازم أحدد اتجاهات المجالات لأن عشان ألاقي تعادل يبقى لازم يكونوا المجالين متضضين هطبق على السلك الأسود هنا بتطبيق قاعدة اليد اليمنى قادي للطيار يبقى المجال هنا عمودي للداخل أهو علامات X كده المنطقة دي كلها كده وهنا تعيي السلك الآخر يبقى هنا X وهنا دواير معناها مجال عمودي دواير دي عمودي للخارج وهنا عمودي للداخل طيب يبقى المنطقة اللي هسميها X مثلا دي أو إيه المجالين عمودي للداخل يبقى المجال الكل المجموع يبقى مستحيل يكون نقطة تعادل المجالين مع بعض وعند منطقة بي أيضا لا يوجد تعادل يبقى التعادل احتمالي يكون في المنطقتين اللي فيهم المجال متضاد هنا وهنا الوضع مثلا المكان X والمكان Y نسأل بقى احتمالي يبقى فيه تعادل هنا واحتمالي يبقى فيه تعادل هنا ليه؟ لأن هنا المجالين متضادين وهنا المجالين متضادين طب شرط التعادل إن تكون البي النتجة عن الأول تساوي البي النتجة عن التاني والبي بتساوي ميو على 2 باي فاي على دي والميو على 2 باي ده ثابت السلكين في نفس المكان يبقى الثابت واحد يبقى العلاقة هتبقى مبنية على مين؟ مبنية على الاي والدي يبقى عشان يتوفر عندي إن البي وان تساوي البي تو يبقى لازم النسبة اي وان على دي وان النتجة عن السلك الأول تساوي اي تو على دي تو تعالوا نطبق دي بقى هنا هل الشرط ده يتوفر فين؟ أقوم أقول له الله ده معنى كده إن نسبة الطيار على المسافة لازم تساوي نسبة الطيار التاني على المسافة أو ممكن ناخد دي نقولها كده ناخد بسط على بسط اي وان على اي تو تساوي دي وان على دي تو ويكونوا منطقة تضاد طب ندور احنا استبعدنا اي وبي لأن المجالين هنا في اتجاه واحد هنا عمودي للداخل هنا عمودي للخارج ندور بقى في الموضع الموضعين دول نشوف كده عند اكس هنا عند النقطة اتنين البعد عن الطيار اتنين اي مسافة قدرها نسميها مثلا دي البعد عن الطيار اي مسافة اتنين دي قدرها مرتين يبقى هل توفر الشرط ان اي وان ده على دي وان يساوي اي تو على دي تو تعالوا نشوف كده اتنين اي على دي هل توساوي اي على اتنين دي هل توساوي بقى لا طبعا يبقى النقطة دي لا تصلح تعالوا نشوف النقطة واحد النقطة واحد تبعد عن السلك اللي طياره اتنين اي مسافة كام اتنين دي اللي طياره كام اتنين اي يبقى اتنين اي على اتنين دي ده اتكلمت على السلك اي الاسود ده ها نجي للسلك التاني طياره كام اي البعد كام دي يبقى اي على دي فعلا هل اتنين اي على اتنين دي تساوي اي على دي فعلا صح يبقى نقطة واحد تصلح ان تكون نقطة تعادل يبقى فعلا نقطة واحد نقطة تعادل طب نشوف كده هنا في المنطقة واي هل ممكن نقطة من دول تصلح نقطة تعادل نشوف كده نقطة خمسة تبعد عن الطيار اي مسافة دي وتبعد عن التاني مسافة اتنين دي تعال نشوف كده يبقى اي على دي ده للسلك الاحمر اي على دي طب وبالنسبة للسلك التاني يبعد عنها قد ايه اتنين دي وهو اتنين اي تمشي يبقى اتنين اي على اتنين دي يبقى النقطة خمسة دي تنفع طب النقطة ستة تبعد عن السلك اللي طيار اي مسافة اتنين دي لكن تبعد عن الاتنين اي عن الاتنين اي دي بس يبقى ما تنفعش ليه لان هنا هاخد ايه يبقى البعد كم اتنين دي يبقى اي على اتنين دي هل تساوي اتنين اي على دي يبقى هنا ودي جات في امتحانات 2008 اولمبياد 2008 هنا كل ده بيعتبرك انك مبتكر انك بتفكر انك تقدر تحل مواقف مش القصد انك تحفظ قانون وتسمعه لا ده القانون هنا مباشر وبسيط تطبيق الاتجاه بسيط تعال بقى انطبقوا على سلكين متعمدين امر سهل وبسيط طيب ممكن التعبير عن الاتجاهات بتاعت الاسلاك بقى تجاور سلكين متوازين لو عندي سلكين متوازين يحملان طيار سلك بيحمل طيار ايوان هنسمي السلك ده اكس جنبه سلك واي وهمثله لشان يباين معانا الالوان كده سلك سلك يحمل طيار ايو وده السلك واي يا ترى بتجيني مسائل على هذا الامر كتير اه بتيجي مسائل على الامر ده كتير طيب نتعامل معا دي ازاي نحط لها افكار ازاي انا بفصص معك بحيث تقدر تحل اي مسألة مش دوري ان انا حللك بس لا دوري ان انا اتعاون معاك تبقى انسان مبدع ومفكر وتستطيع حل المشكلات الموضل هدف الاساسي من تعليم الفيزي قدر على التفكير على حل المشكلات على الاستنتاج على التوقع تعالى نشوف هطبق القواعد اللي فاتت هنا الطيار عمودي الاعلى يبقى المجال بتاعه في هذه المنطقة عمودي للداخل وهنا عمودي للخارج طيب التاني ها نفس الاتجاه يبقى الجانب الايمن عمودي للداخل وفقا لقاعدة ايه ها اليد اليومنا الامبير اللي هنطب نقدر نعمل كده ادي اتجاه الطيار يبقى هنا عمودي للداخل ونحدي للخارج ادي الطيار هنا عمودي للداخل ونحدي للخارج يبقى ادي طيب معنى كده ايه معنى كده ان المجالين بالداخل بقوا مجالين ايه بقوا مجالين في اتجاه واحد ولا متضادين مجالان متضاد متضاد طيب تعالوا نطبق بقى تاني هو مجال السلك ده في المنطقة دي ولا ماشي كده على طول لا ماشي كده على طول يعني منين ما يقصر اهو 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 يبقى جيه عندي ده وبقى معاه طيب ومجال السلك ده هل هيبقى جنبي ده بس ولا كل مهما بعدنا مهما بعدنا بس كل ما ببعد كسفته بتقل يبقى معنى ذلك هستنتج ان اذا كان اتجاه الطيارين واحد اتجاه الطيارين واحد هستنتج النتائج التالية واحد المجالان بالداخل متضدان وبي عند اي نقطة بي توتل هتساوي الفرق بي الكبيرة نقص بالصغير وبالخارج بي توتل هتساوي المجموع لان هنا عمود للداخل وهنا عمود للداخل الناتج عن السلكين بي بيج بي بيج هنا او بي وان زائد بي تو مش فرق من الكبير ومن الصغير طيب نيجي النحية دي برضو هيبقوا في اتجاه واحد هنا للخارج اللي نتج عن السلك الاسود او السلك اكس وهنا للخارج اللي نتج عنه يبقى بي توتل هتساوي المجموع بي وان زائد بي تو طيب هل دايماً يرسم للسلكين بالشكل ده لا ممكن يرسم للسلكين يقول لي ادي سلك وادي سلك ادي السلك اكس وادي السلك اي كأنه بيشبه للسلك ايه السلك عمودي على الصفحة فيبان لي مقطع عليه كده يبقى شوف السلك السلك لما يبقى نايم كده باين منطبق على الصفحة طب لو السلك بقى رأسي واقف كده هيبان لي ايه من السلك مقطع دائري من السلك يمثلهولي كده وده مقطع دائري من السلك يمثلهولي كده طب هيمثله الطيار ازاي اه اما يقول للطيار ده عمودي للخارج فيمثله بالشكل ده او عمودي للداخل فيمثله بالشكل ده يبقى هنا ممكن يمثل السلكين كده ويطلب كسافة الفضع داي نقطة جنبه وممكن يمثل السلكين منطبقين على الورقة ويطلب مني مسائل عليه يبقى هنا تجاور سلكين ازا كان اتجاه الطيار واحد يبقى استنتجنا ان المجالين بالخارج في احد في كل جانب من الجانبين في اتجاه واحد النقطة التانية المجالين داخل المنطقة بين السلكين متضضين طب نرجع تاني معنى كده ان المجالين على الجانبين بالخارج حيبوا في اتجاه واحد هنا وفي اتجاه واحد هنا المجموع وهنا المجموع هنا كسافت الفوض كبيرة وهنا كسافت الفوض كبيرة يبقى المجالين بره حيبقوا متزاحمين تزاحم شديد متزاحمين تزاحم شديد الله وبالداخل المجالين متضدين يبقى التزاحم ضعيف يبقى الفض بره شديد وعنيف وبالداخل ضعيف وخفيف الله خطوط الفض لما تكلمنا عليها في بداية المجال المغناطيسي للفصل مش قلنا بينها تنفر يبقى خطوط الفض هيبقى بينها تنفر بره هنا وبره هنا وبما أنهم على الجنبين في تزاحم شديد يبقى التنفر بينهم شديد والتنفر بين الخطوط الفض بالداخل ضعيف فيتجه السلكان نحو الروآن نحو المكان الأقل تزاحم في الفض أي يتقاربان أي يتجاذبان الله ده احنا تلعنا باستنتاج آخر اللي نجاوب به على تعليل أو يقول لك استنتاج ماذا يحدث هل يتجاذب السلكان أم يتنافران إذا كان اتجاه الطيار واحد ولماذا أم يقول له الله ده عندما كان اتجاه الطيار واحد كان المجالان على الجانبين في اتجاه واحد أي المجال الكل على الجانبين بالخارج متزاحم وبالداخل مجالين متضضين يبقى المحصلة الفرق يبقى المجال ضعيف وبرة عنيف فيتجه السلكان نحو المجال الضعيف أي يتقاربان أي يحدث تجاذب يبقى أنا فسرت لماذا حدث تجاذب من السلكان؟ يبقى إذا أصبح هندي سلكان متوازيين يحملان طيارين وكانت طياران في اتجاه واحد وكان السلكان حر الحركة حلاء السلكان بيقربوا من بعض ليه حدث تجاذب؟ ليه؟ لأن المجال بالخارج بقى محصلة مجموع مجالين والمجال بالداخل محصلة الفرق المجموع كبير الفرق صغير يتجه السلكان نحو المكان زوء التزاحم الضعيف أي يتجاذبان كل دي تطبيقات كان ممكن تقابلنا كتير ونفاجأ بيها في الأسئلة سواء أسئلة سواء مسائل يبقى هنا تجاور سلكين متوازيين ترتب عليه إذا كانت تجاه الطيار واحد في السلكين هنقدر نقول واحد أحسب محصلة كسفت الفضع عند أي نقطة بالخارج المجموعة أحسب البين نتجه عن الأول والبين نتجه عن الثاني واجمع وبالداخل كسفت الفضع عند أي نقطة بالداخل هجيب البين نتجه عن أحد السلكين والبين نتجه عن الثاني واطرح النتيجة التالت المجالين بالخارج الشديد للكسافة تزاحم شديد المجالين بالداخل محصلتهم مجال ضعيف النتيجة العامة يتجازب السلكان طب نتائج اخرى يقول لي اين تتوقع ان تقع نقطة التعادل هل يمكن ان تكون على الجانبين بالخارج ام تكون بالداخل اقول له احنا خدنا شروط الايه التعادل عندما يكون بالمكان تأثير مجالان او تأثير مجالين طب مجالين بيقصاروا هل ممكن تقع نقطة التعادل اقول له شرط ان يكون المجالان متضضين طب هل المجالين برا متضضين ولا في اتجاه واحد في اتجاه واحد يبقى برا مستحيل ان تقع نقطة التعادل على الجانبين بالخارج يبقى نقطة التعادل يمكن ان تكون بالدخل سمحت كده حد بيقول ايه نقطة التعادل في النص لا اوقع تقول في النص لان في النص دي يعني في المنتصف بالزبط لا نقطة التعادل تقع داخل المنطقة بين السلكين اللي هيتوفر عندها ان المجال الكل بصفر يعني البيئة ناتجة عن الاول تساوي البيئة ناتجة عن التاني يعني لو قلنا بي 2 لازم تساوي بي 1 عند النقطة اللي هيحدث عندها ايه تعادل يبقى عشان تحدث نقطة التعادل او نوصل لنقطة التعادل او عند نقطة التعادل الشرط ان البيئة الناتجة عن السلك التاني تساوي البيئة الناتجة عن الاولان طيب هل ده في النص لا ده يتوقف على قيم الطيار لو كانوا الطيارين متساويين في المقدار في الشدة وفي اتجاه واحد يبقى نقطة التعادل هتقع في المنتصف تماما اما اذا كان السلكان طيارهم مختلف الشدة بس في اتجاه واحد يبقى نقطة التعادل جوه جوه فين بين السلكين طيب هنحددها ازاي قالك اقرب للسلك الاضعف طيارا اقرب للسلك الاضعف طيارا كيف زلك قوله مش البيئة تو لازم تساوي البيون يقول لي اه طيب مش البيئة بتساوي سابت اللي هو ميو على اتنين باي فاي على دي اقول له اه يبقى ميو على اتنين باي فاي وان على دي وان لازم تساوي ميو على اتنين باي فاي تو على دي تو ايوة معنا تليفون من اهلنا في الصعيد السيوط اهلنا علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا اهلا وسهلا اهلا شرحك الاول في البداية عجبنا يا اهلا يا اهلا بيك الاجباء للاسليب الرياضية حلو خالص والتناسب الصردي والتناسب العكسي تمام التمام في القوانين حاجة حلو خالص ولكن حضرتك في القانون في المسألة السكين المتعمدين الرسمة اللي رسمتها حضرتك في الورقة القبل الابل دية اللي هي السكين متعمدين اللي هو السكين متعمدين غير متقطعين تمام طلع الورقة حضرتك هتبصت لاقي فيها القانون انت اه طبقت حضرتك القانون بتاع السكين المتوذيين على السكين المتعمدين تمام فحضرتك اللي هنا القانون مش بيه واحد باتنين ولا بيه واحد ناقص باتنين هنا لا حضرتك ما خدتش بالك معاي السلكين متعمدين لكن السلكين في مستوى واحد السلكين في مستوى واحد ومتعمدين زي القلمين كده ماشي ماشي تمام يبقى في الحالة دي لما اجي اتعامل هيبقى المجالين بتوقع السلكين متعمدين على الصفح يا للداخل يا للخارج يعني المجالين هيبقوا على خط واحد يا مع بعض فاجمع يا ضد بعض فترة لا مش هيبقوا مع بعض ذا دا واحد حضرتك ده هيجي اللحياتي وذا هيجي اللحياتي ما هنا نرجع تاني طبق معايا القاعدة السلكين متعمدين لكنهم في مستوى ايه في مستوى واحد ماشي في مستوى واحد تمام طب ركز معايا كده نشوف اني في مستوى واحد المجال اهو بص معايا كده اهو اتخيل بالقلم اهو انا معاك اهو اهو اه اخيل معايا ادي سلك اهو وادي السلك التاني متعمد عليه تخيلت معايا مع حضرتك ايه تمام السلكين دول ايهو مش يمكن عاملين زي خطين رسمهم على ورقة واحد ده المتقطعين كده حضرتك كده الاعتمر المتقطعين ما هم ممكن يبقوا متقطعين ومعزولين يعني ده مش لامس ده معزول كهربايا عشان كده لما رسمت حضرتك ماشي المجال بتاع السلك الافق ركز معايا كده المجال بتاع السلك الافق تمام ادي سلك الاثنين افقي ايه الاثنين افقي الاثنين مش افقي كده لا الاثنين كده افقي بص معايا ده منطبق على الورقة ولا لا ايوه ماشي والتاني منطبق على الورقة ولا لا تمام تمام الورقة في وضع ايه افقي الورقة في وضع افقي شمال وجنوب شرق غرب الورقة ده بنقول عليه مستوى ركز معايا كده مستوى الترابيزة ده افقي ولا لا تمام تمام مع حضرتك يبقى السلك اللي محطوط عليه ده افقي ولا لا يا باش لما باش احسب المجال بتاع السلك الافقي تمام السلك اللي في المستوى العرض بتاع الورقة تمام مستوى العرض بتاع الورقة المجال بتاعه يبقى ايه ركز معايا ادي سلكه افقي اهو المجال بتاعه هيبقى ايه ركز معايا بقى يا اما داخل على الورقة من ناحية دي يا اما خارج وخارج من ناحية تاني خلصنا من ده تمام نيجي للسلك التاني اهو عمودي عليه يبقى المجال الجانب ده طبق القعدة يبقى هنا عمودي للداخل اي واه واد ناحية تانية عمودي الخارج يبقى معنا كده ايه 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 احسر مجال المحصل بقى حضرت هواضح لك دي لكن هنا انا بتكلم على ان السلكين في مستوى ايه واحد افقي يبقى كل سلك منهم مجاله على الجانبين عمودي رأسي عمودي رأسي على الورقة على الورقة تمام يبقوا المجالين بتوع السلكين عمودي على الورقة يا للداخل فاجمع مع بعض يا الاتنين للخارج فاجمع يا اما للداخل والخارج في مكان واحد فتح اه وضحت تمام اظن كده وضحت يبقى هنا مش معنى ان السلكين متعمدين ان مجالهم يبقوا متعمدين اه انا خدت خدت على اساس واضح يتظن كده لحضرتك اه انت رسم الرسمة الاولى لحضرتك رسمها لرأسي رسم الرأسي هايو السلكين هم في وضع افقي منطبقين على الورقة وانا عامل في الرسمة كده لو بصيت كير معناها ان السلك ده معزول عنده طيب المجال المحصل باجه هيبقى ايه المجال المحصل هيبقى في منطقة زي ما انا ما احدد كده عمودي للداخل تمام ومنطقة عمودي للخارج دوايا السلك الاحمر ها عمودي للداخل وهنا عمودي الخارج ان السلكين في مستوى الورقة المجالات يا دخلة يا خارجة واضح اتظنك يبقى هنا بقى في الجانب ده لو انا لو لو انا ع حضرتك عايز احسب المجال عنده نقطة عنده نقطة ولتاكل في اه في زاوية 45 في 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 الصفحة دي وضع تاني هوضحها لك لما يكونوا السلكين متعمدين عالصفحة السلكين مع كده متعمدين على الصفحة لا السلكين هنا منطبقين عالصفحة السلكين هنا ها لو شايف كده منطبقين على الصفحة السلك ده منطبق عالصفحة وده منطبق عالصفحة يبقى المجالات هي اللي متعمدة عالصفحة هوضح لحضرتك الجزئية التانية متى يصبح المجالان متعمدين هوضح اظن كده وضحت حضرتك وضحت يا استاذ علي معي ماش ماش تمام كده الصورة واضحة وده اللي احنا جبناه في 2008 اه وطلبنا من الطالب يحدد لموضع نقطة التعادل كمام اظن كده بقت واضحة ماش وزال الغموض تشرفنا وعرض المشاركة الاستمرار السلك رأسي على مستوى الصفحة اه يبقى السلكين هنا مالهم السلك رأسي على مستوى الصفحة وسلك افقي على مستوى الصفحة ايوة تعالى نماثل الجزئية دي يبقى هنا هارد على طلب ساعدتك انا عندي سلك اه ايه شوف رسمته دايرة ليه لان السلك رأسي اهو اه وضحت السلك ايه رأسي تمام والسلك التاني رأسي اه رأسي واقدر اطلب بقى عند النقاط ايوة اكس وواي عايز كسافة الفيط السلك ايه فين دلوقتي رأسي السلك دا رأسي وما وطياره عمودي للداخل اكس سلك رأسي ها اهو عمودي على الورقة عمودي على الورقة ها وطياره عمودي الى الداخل تمام السلك بي رأسي ها عمودي على الورقة وطياره للخارج دايرة اه اه هنا بقى لما اجي اتكلم على المجال بتاع كل واحد منهم كل واحد من دول هيعمل المجال في شكل دواير حضرتك انت عندك سلكين دلوقتي سلك ايه وسلك بي اهم سلك ايه عمودي على الصفحة الى الداخل تمام وسلك بي عمودي على الصفحة الى للخارج للخارج اظن كده وطحين ها المجال بتاعهم بقى هيبقى ماله المجال برضو بتاعهم هيبقى دواير منطبقة على الورقة على سطح الورقة تمام واتجاههم حسب قاعدة اليد اليوم يبقى هنا عمودي على الصفحة الداخل هطبق قعدة اليد اليوم من الامبير. ماشي مشكلة ماشي دي واضحة. تمام? اهو. 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 تمام? انا احسب عموديين ايه? انا اخليك معايا. هخلي الرسم يتكلم. هخلي الرسم يتكلم. تمام. تعال نشوف فينا كده. عمودي للخارج. اهو. ماشي. تمام? معا حضرتك. تعال بقى لما اجي احسب كسافة الفضع عند اي نقطة هاخد المماس. ماشي. يا حضرتك. هاخد المماس. يبقى السلك ده. اهو. هاخد هنا المماس. يبقى ده بي ايه. وهاخد الدايرة دي. ماشي. واضحت? معاك انا حضرتك كده ماشي. اهو. هنا اقدر بقى اقول ممكن يبقوا المجالين حسب موضعهم. على خط واحد ولا متضدين ولا متعمدين. يا باشا ماشي ما عنديش مشكلة فيها. انا دي ما عنديش مشكلة فيها. انا عندي انا بقول لحضرتك. يا بي انا ما فيش مشكلة. انا 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 عندي حضرتك انا بقول لحضرتك. القانون اللي هو بي بي توتل بتساوي جزر التربية بي واحد تربية زائد بي اتنين تربية. امتى اطبقوا? اطبقوا لما يكونوا المجالين المؤسرين عند النقطة المجالين مش السلكين. متعمدين. عايش على الرسم حضرتك. على الرسم. على الرسم. تعال انطبق. تمام. تعال انطبق. انا عندي نقطة زي دي كده هنا. ماشي ماشي. ورا هنا على الرسم. على الرسم. حرسم كل واحدة باللون بتاعه. كم. اهو هنا الدايرة ده ده بالاحمر. اهو. الممس بتاعه يبقى اتجاهه فين هنا بالنسبة للسلك ايه? اهو. اهو. ورأة ورأة تانية لو سمحت. ورأة تانية حتى لو سمحت. حاضر. يبقى دي سلك ايه? الطيار عمودي على الصفحة الى الداخل. ماشي. وهنا سلك بي. الطيار عمودي على الصفحة الى الخارج. تمام? نعم حرد. احسب المجال وعملت مسلس كده اهو. تعال انتخيل كده. ماشي. اهو. اهو. المسلس ده لو انا قلت انه قائم زاوية الرأس متسوي الساقين تبقى زاوية الرأس هنا دي تسعين. لو خدت من ده دوية. متخيل معايا? اه. وهاخد الدايرة دي لحد ما اوصل هنا كده. ها? ايه المماز بتاع دي كده ولا لا? يبقى ده. ايه مماز. البي ايه? دي البي ايه? بتاع النجع عن السلك مين? هاي. السلك ايه? اه. تمام. طيب. نيجي هنا الدايرة دي لما تكبر. تكبر. ونوصل هنا كده. هاخد المماز بتاعها ايه? ها. ها. كده. ادي البي بي. بقوا المجالين ايه? ها? ها. متعمدين على بعض ولا لا? تمام. يبقى في الحالة دي البي توتل. ايوة. هتساوي الجزر التربيعي لبي وان تربيع زائد بي تو تربيع. وضحت? كمان. يبقى هاحسب البي بتاعت ايه? حسب قيمة مين? الطيار بتاعي. بي ايه? بتساوي ميو على تو باي. ها? كمان? كمان? ايه? على دي ايه. كمان? والتاني ها? كمان? ميو على تو باي. اي بي على تو بي. ايه. واجيبي القيمة بتاعي دي. القيمة بتاعي دي. يبقى جزر التربيعي المجموع المربعين. تمام. هنا اصبح المجالان متعامدين. ايه. ايه. رغم ان السلكان متوازي ايه. ايه. وضحت? تمام. تمام. يبقى ليس كل ما اسمع ان السلكين متعمدين يبقوا المجالين متعمدين. لا. ده انا انا شوف الشكل الهندسي. اللي بحسب عنده كسافة الفيض. تمام. بعدا عن السلك الاول. وبعدا عن السلك التاني. يا طرى المماث لدائرة الفيض بنتجه عن السلك الاول. اهو. المماث للتاني. اهو. اصبح المماثين. اصبح المماثان متعامدين. ازا اصبح المجالان متعامدين. تمام. تمام. يبقى جيب البيتوتر. اظن كده عجبتك. ما غضع كده. تمام. نعم شكرا. تمام. انا اللي بقى اشكر حضرتك حضرتك كده نورت نورت الكل وقفت الكل. بانك لفت النظر لنقطة خلتنا نفتح التعليق عليها. وبالتالي الطالب لما يقابلوا الموقف ما ياخدهاش بمجرد التعبير اللي في رأس السؤال. سلكان متعامدان. يبقى المجالان متعامدان. لا. السلكين متعامدين. ارسمهم بالنسبة لبعض. واشوف المجالات ايه. اه السلكين متعامدين. اي خطين مستقيمين متقطعين. يعملوا مستوى ولا ما يعملوش. يعملوا مستوى. يبقى اذا السلكين بقوا على مستوى واحد. السلكين بقوا على مستوى واحد. طيب. المجالات النتجة عنهم. اه مالها عمودية. عمودية. في منها اللي داخل الصفحة وفي منها اللي خارج. يبقى انا هلاقي نفسي حوالين السلكين اربع مناطق لكل منطقة اشوف المجالين الناتجين عن السلكين اذا كانوا مع بعض يبقى المجموع اذا كانوا ضد بعض يبقى الفرق في معانا مكالمة تليفونية في معانا تليفون اهلا يا استاذ عمر اهلا يا عمر طالب اهلا يا عمر اهلا بيك عشان الاستفادة القصوى من البرنامج ده انا بقى طالب كذا حاجة اتفضل الحاجة الاولانية جريت نمشي بنفس هذا المعدل ونفس هذا المستوى بحيث ان احنا نقدر نجري في المنهج شوية لان تقصد ان احنا ماشيين النهاردة بمعدل كويس معدل كويس السنة اللي فاتت لو الناس تذكر المنهج خلص يوم 29 خمسة وكان اخر اسبوع فيه سبع حلقات وده يعني ما كان صعب جدا انه طالب اتلم المنهج قبل الامتحانات بثلاث تيام يعني في الوقت ده كانوا بيذكروا الجزء الاولاني من المنهج الجزء اللي هو الاولاني من الامتحانات تمام انا اشكرك انت اتلاحظ ان الكم اللي خدته من افكار النهاردة قد اللي اتاخد في اربع او خمس حلقات واحنا لسه في نص الحلقات انا بقى طالب بهذا الكلام من اسبوع من اول السنة الحاجة التانية اللي اتمنى ان هي تتعمل ان المكالمات تتقطع ليه الحلقة كانت ماشية وبتغطي كل الافكار مش ممكن عشان حد يتدخل عشان يفهم حاجة هو مش فاهمها يقدر يفهمها من كذا حاجة يعطى الكمية كبيرة من الطلبة بالطبع البردامج وما تاخدش دروس البردامج كان ماشي بنظام من اول الحلقة وكانت معدلات المعارفة كويسة لحد ما مكالمة دخلت هو عاوز يحل مسألة في تعامد ازاي نحل نجمع تعامد اللي هي اتخذت كمحصلة قوة السنة تانية اللي هي جزر التربيع الحلقة بقى احنا دلوقتي مؤخرينها تلت ساعة كمية المعلومات اللي كانت ممكن تتألفت تلت ساعة بقى دي ايه تمام ارجو ان المكالمات تتوقف لفترة ولو الناس عاوزة تعمل تبعت استصارات تبعتها على البوسط اللي بيتبعت على الحلقة وحد بيتابع المسائل دي ويحلها لهم لكن لا يمكن اللي احنا نعطى الحلقة تلت ساعة وكمية طلبة قاعدين ولسه حيرجعهم بقى لما يوصلوا التفكير الاصلي في الموضوع اللي هم كانوا فيه تمام احنا من الحلقات اللي فات كنا بنقعد يعني تلت ساعة عشان نناقي او الحلقة عشان نطلع تلت ساعة فيها معلومات ارجو ارجو ان الاتصالات تتوقف انا بشكر ساعتك جدا جدا على الحرص على مصلحة الاغلبية وده اللي انا حريص عليه فعلا ان انا ماشي بحاول اغطي كم من الافكار متتالي متسلسل ورا بعض يتناسب مع الوقت ولكن هنخلي الاسئلة تتناسب مع الكمية ما تبقاش في جزء سابق كتير قوي او جزء لسه ما تخيش يبقى ورا اللي بناخده اول بول وهغطيه بسرعة بقدر المستطاع بس هي الفكرة اللي فاتت يعني كان هو الاستاذ كان استاذ مدرس فاضل وكانت الحتة دي فيها غموض كفا كويس ان هو سأل زال الغموض عن البقيين وانا هحاول ان اخد كم كافي جدا وان شاء الله هنهي المنهج في الطايم المناسب بالكيفية اللي تفيد ابنائنا واتمرنهم على التفكير وتزيل ما عندهم من صعوبات ويدخل الامتحان عنده قدرة على التصرف احنا مش بنقول له سمع افكار لا تعال ان فك المنهج تعال ان فصص المنهج وانت حاول بعد كده تفصص بطريقتك واي فكرة قبلك تاخد ايه زي الاسلوب العلمي في التفكير كده ناخد الايه الايه المشكلة نحددها نجمع البيانات اللي موجودة نحللها نفرض الفرض نوصل الى النتيجة وده دوري ان شاء الله وانا معاكم باذن الله لصالح تنمية مهارات ابنائنا على التفكير والوصول لاعلى مستوى باذن الله سواء في الامتحان او ما بعد الامتحان في حياتهم العملية واشكر ساعدك نستكمل حوارنا حول التطبيقات النتيجة عن السلك المستقيم طيب فيه تطبيقات اخرى اه ممكن يقول السلك وقع في مجال خارجي وارد اه طبعا وممكن يكون السلك اللي عندي مجاله مع نفس المجال الخارجي في المستوى زي ما نشوف كده يقول لي سلك عمودي رأسي عمودي على مستوى الصفحة يبقى سلك ايه رأسي وضعه رأسيا والطيار الى داخل الصفحة اهو جميل ماله وقع في مجال خارجي افقي على طول يتبادر الى زهن بعض الناس ان السلك رأسي والمجال الخارجي افقي يبقى المجالين متعمدين اقول له لا بالراحة السلك رأسي عمودي على الصفحة للداخل يبقى هيعمل لي مجال حوالين السلك في شكل دواير متحدة المركز مركزها السلك بالشكل ده جميل على المحيط الواحد المسافات قد بعض على المحيط الواحد المسافات قد بعض فكانت كسافة الفيض على المحيط النتيجة عن السلك هنسميها بي طيب هل انا حددت اتجاهات لسه وقع في مجال خارجي افقي منتظم كسافته هسميها اتش هغير ما يبقوش رمز واحد بس ثابت القيمة منتظم ثابت القيمة اتجاهه من اسفل الى اعلى الورقة همثل هذا المجال المنتظم بخط مستقيم بالشكل ده ادي المجال الخارجي قيمته ثابتة منتظم يعني ايه مجال منتظم مجال منتظم يعني ثابت القيمة عند اي نقطة داخل المنطقة خطوط فضو متوازية داخل هزي المنطقة يبقى المجال الخارجي اتش يوم يقول لي اوجد قيمة كسافة الفض عند النقاط واحد واثنين وثلاثة واربعة نيجي للسلك السلك ده عمودي على الصفحة زي ما احنا شايفين كده والطيار الى الداخل هطبق قعدة امبر لليد اليوم اهو قدق دا شايف كده هطبقها اهو يبقى المجال هيبقى في شكل دواير متحدة المركز مركز السلك بتلف مع ايدي كده يبقى المجال اهو بيلف كده طب ما يلف تعال نشوف ده احنا هنلف وراه تعال نشوف طيب هو عايز المجال عند النقاط واحد واثنين وثلاثة واربعة اوما اقول له حاضر خطوط الفض هنا دائرية الخط المنحني عايز حدد عند نقطة منه الاتجاه بتاع المجال عايز امس الاتجاه مستقيم اي خط منحني عايز امسله تمثيل مستقيم هنادي ممثل بيشتغل عندنا مين الممثل ده قال لك المماث المماث اللي كانوا بعض الناس بيحفظوه قال انه خط يتلاقى مع المنحنة او مع سطح الدائرة في نقطة اقول لهم نعم ولكن ليس هذا وصفه وصفا كاملا المماث عندنا في الرياضيات وفي الفيزياء يعمل ممثلا يمثل الخط المنحني تمثيل مستقيم عند هذه النقطة يبقى تاني المماث ايه ممثل يمثل مين الخط المنحني تمثيلا مستقيما تعال نشوف يبقى انا هاجي عند النقطة واحد واعمل مماث يمثل كسافة الفض عند النقطة دي ومع الاتجاه اهو يبقى كده بقى عندي قادل بي بتاعة مين السلك واجي عند النقطة اربعة واعمل مماث قادل بي يبقى الخطوط السودة دي هي اتجاهات المجال عند النقاط اللي عندي اهي اذا اصبحت هذه النقاط واحد واثنين وثلاثة واربعة عندها الاتجاهات الاسهم المستقيمة دي هي اتجاهات المجال عند هذه النقاط مجال ايه اللي انت جاي تقول عليه اقصد هنا مجال السلك يبقى مجال السلك لما جمثله عند تلك النقاط باسلوب الاستنباط هيطلع عند تلك النقاط خطوط مستقيمة طيب اما المجال الخارجي فاخبرنا عنه انه مجال منتظم يعني منتظم يعني هذا المجال خطوط فضو مستقيمة على طول مهما كان البعض طول طيب تعال نشوف كده هذه الخطوط يبقى اذا المجال الخارجي اللي هو اتش هيبقى هنا اتجاهه منطبق على ده او موازلي ادي اتش لكن هنا هيبقى عمودي كده اهو زي ما هو انا ماشي واخد وماشي معاه ماشي بنفس الاتجاه اتجاهه سابق وهنا اهو وهنا اهو ده احنا حصلنا على اربع مواضع عندهم الشكل جميل جد ازاي عند النقطة واحد اصبح المجالان خطين متوازيين لهم نفس الاتجاه يبقى البي توتل عند النقطة واحد هتساوي بي زائد اتش يبقى عند النقطة واحد اهو بي زائد اتش اهو يبقى عنده واحد بي توتل هتساوي بي زائد اتش واتجاههم لفين اتجاههم في نفس اتجاه المجال الخارج في مستوى الصفحة من اسفل لاعلى طيب عند النقطة اتنين الله اصبح المجالان هنا بي وهنا اتش ما لهم متعامدين يبقى البي توتل هتساوي الجازر التربيعي لمجموع المربعين بي تربيع زائد اتش تربيع طيب ومين كمان شبهها اربعة يبقى عند اتنين واربعة ها مجالين متعامدين هادي واحد وهادي واحد عند واحد المجالين على خط واحد عند ثلاثة المجالين متضدين يبقى عند ثلاثة البي توتل هتساوي بي ناقص اتش او اتش ناقص بي حسب ايهما اكبر يبقى هنا نقدر نقول على طول ان اختلفت المحصلة رغم ان احد المجالين كان منتظما سابت الاتجاه بينما الاخر ها بيلف في شكل دوايا يبقى المماس بتاعه بيتغير اتجاه فمرة يبقى مع المجال الخارجي فاجمع ومرة عكسه فترح ومرتين متعمدين ودي ايضا جات سابقا قبل كده وكانت مسألة للابداع عند الطالب الاكتشاف للابداع واكتشاف الابتكار والتخيل ان ازاي تتخيل ان انا عندي سلك في مستوى الصفحة ولا عمودي عليها عمودي على الصفحة فرسمنا في شكل دا دايرة يبقى هنا خلي بالك الرمز اللي احنا قلنا عليه نمثل الطيار كما نمثل المجال اذا كان عمودي على الصفحة للداخل بعلامة اكس او زائد واذا كان عمودي للخارج بدايرة يبقى هنا لما يقول لك ده سلك ويعملوا دايرة كده اعرف ان ده سلك عمودي على الصفحة والطيار للخارج يالي بداخل طيب مجاله ايه وفق اللي قاعدة اليد اليوم من الانبير وقع في مجال خارجي خلي بالك السلك كان في وضع رأسي والمجال الخارجي في وضع افقي ما على طول ما اخدهاش بقى ان اجمع واطرح ولا متعمدين من غير ما تخيل او اطبق القواعد لا اطبق هرسم ها دايرة حوالين السلك على ابعاد متساوية محيطة هو واخد النقاط اللي اتكلم عنها ومثل المجال ها خطوط في الدائرية تحيط بالسلك اتجاهها يخضع لقاعدة ها انبير لليد اليوم ثم احدد عند النقاط دي يطرى اتجاه المجال يحدد عند ايه نقطة ازاي زي ما انا قلت باتجاه المماث يبقى المماث ممثل للخط المنحني تمثيل مستقيم يبقى هو اللي مثل اتجاه المجال وبالتالي قدرت احدد كل دي تطبيقات دي احنا ما كناش واخدين منها يعني لو مشينا بقى بالمعدل كما قال استاذنا الجليل استاذ اللي سأل حرصنا عليكم زي حرصكم على مصلحتكم انتو ان شاء الله هنغطي كل الافكار بحرص بحرص واسرار على ان ما تركش اي صغرة الا وحاول اتعاون معاكم فيها ان احنا نسدها ونتمكن منها ونقدر على اي حتة فيها نحله مهما كان شكلها طيب كل دي تطبيقات على السلك المستقيم اه طيب يبقى هنا ممكن يجيلي كما جاء في الامتحانات يرسهملي سلكين بالشكل ده يقول لي ادي سلك اكس ودي سلك واي ويدين الطيار بتاع كل سلك هنا خمسة امبير هنا عشرة امبير ويدين المسافة بينهم اربعين سنتيمتر ويقول لي اوجد كسافة الفضع عند النقطة B والنقطة Q والنقطة S او R ويحدد للمقاسات او المسافات واللي هنا النقطة B تبعد عشرين سنتيمتر النقطة Q في منتصف المسافة بين السلكين ما يعملها كده وانا عارف ان دي اربعين يبقى كل مسافة عشرين او يحدد لي بعد واحدة يبقى نستان تلت التاني وهنا نفرض عشرة سنتيمتر طب طب اعمل اعمل نخلي بالنا وحدد لي الطيار هنا كذا امبير وتلاحظوا ملحوظة جميلة جدا ايه الطيار بتاع السلك ويحدد لي مقداره ولم يحدد اتجاهه عشان يعمل منها مسألتين ازاي يقول لي مرة ازا كان الطياران في اتجاه واحد ومرة تانية الطيارين متضضين لا تخضش الطيارين في اتجاه واحد يبقى انا هشتغل على ال الاتجاه الاولاني معلوم يبقى الاتجاه التانية زي طب اولا انا سعيد بهذه الحلقة واللقاء معكم واللقاء معكم ممتع والوقت بياخدنا ولا نشعر به وان شاء الله في الحلقات القادمة لن اترك فقرة فيها فكرة جديدة او تنمية على التفكير الا وهقوم بها وسعدت بكم والقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة